السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم بلس الكرام لا يوجد رسائل أخيرة فالنهاية تأتي بلا رسائل وبيبدأ مسلسلنا النهاردة مع جين وبنشوفها وهي مكتائبة وحزينة وبتتكلم مع صديقها تشان اللي بيكون مهنته الأساسية هي صيدالي ويابتشتغل مساعدة لي وبتقوله إن قلبها مقبوض وحسن ممكن حاجة وحشة تحصل ولكنه بيطم منها وبيطلب منها إنها تخفف من شرب القهوة والمشروبات الكحولية وبيجي لها فجأة رسالة على تليفونها وبعدها بترهنه على نزول المطر ولأن الجو بيكون لطيف والسمى صفية مش بيقتنع تشان إن في مطرة وبتتراهن معاجن إن إذا كان في مطرة فهي هتعمل أسوأ شي عملته في حياتها وتاني يوم بنشوفها وهي بتصحي أختها لونج وأخوهم سي ولما بتخرج بيكون الجو فعلا لطيف ولكنها بتبقى جايبة معها مظلة تحسبا إن المطر يعني ممكن ينزل ولما بنروح لبيت دونج بنكتشف إن فعن السمى مضطرت وبكده بنجاهز نفسنا علشان نعرف إيه اللي نوي عليه جين وبعدها بنشوفها وهي في العربية وبيتصل بيها تشان علشان يعرف هي اللي مشيت من شغلة فبتقوله وهي في عنها نظرة انتقام إنها كسبة الرهان وبتوصل جين لدار الجنازات اللي بيبقى لعيلة والدها بس بيبقى لبساها غريب شوية وما بيلقش خالص بالمكان اللي هي فيه وبتقابل هناك هي جاي اللي بنعرف إنها مراد أبوها بس بتفضل جين شايفها عشقته اللي خطفته من زوجته وعيلته وده بنعرفه لما بنرجع للماضي وبنشوفها وهي مع تشو والد جين وبيستعدوا إنهم يهربوا وبتيجي زوجته اللي هي جاي كانت أقرب صديقة لها وبيبقى نظراتها لها كلها لهم في نفس الوقت ده بتبقى جين اتصدمت بعربية ولما بترجع للبيت بتسمع صوت تكسير الظهرية وبتشوف والدها وهو خارج مع هي جاي وبتبقى نظرته البنت وما فيهاش أي ندم أو إحساس بالزعل على فرقها وبنرجع للحاضر وبنشوف جين وهي قاعدة وسط آلة أبوها اللي تخلوا كلهم عنها هي وإخواتها وفي اللحظة دي بنعرف إن الرسالة اللي جات لها لما كانت مع تشان كانت خبر مت والدها ولما عمتها بتقول له إنهم ما بيكلموهاش بسبب إنهم قطع والدها من زمان بتوبخها جين بمنتهى السباق وبتعرفها إنها ما بتكلمهاش لإنها اقترضت من والدتها عشرة مليون ومرجعتهمش بعد ما هي والدها تطلقوا في الوقت ده بتبقى هي جاي بتعمل اتصالات مهمة وبعدها بتروح لجين وبتطلب منها إنها تمشي وتسيب العزة ولما يجي وقت الدفن هيبلغوها ولكن جين بتبقى سبت على موقفها وبتحاول إنها تهز صورتها في عيون كل الموجودين وبتعرفها إن كل اللي هي وصلت له مع والدها كان بفلوس والدتها اللي سرقوا حساباتها البنكية وهم هربنين مع بعض وبتقول بصوت عالي إنها عشقته وبتبقى هي جاي هتضربها ولكنها بتتملك أعصابها في آخر لحظة وأثناء ما بتروح للحمام بتسمع عماتها بيتكلمه إن هي جاي باعت شيء من مقتنيات تشو ولما بتخرج عليهم جين بيتهربوا منها ومش بيرضوا يقولولها حاجة لأنهم بيكونوا خايفين من رد فعلها فبتروح جين على هي جاي وبتبدأ تفهم من هي باعت إيه بالضبط ولكن في الوقت ده بيجالها اتصال من أخوها وبيعرفها إن في أشخاص عندهم بيأمرهم إنهم يخلوا البيت لأن تم بيعه وهنا بتفهم جين إن هي جاي باعت البيت فبتسرخ في وشه بس بتبقى هي جاي حققت مرادها وعرفتها إنها ما كانتش مجرد عشية وكانت زوجها قانونية ومعها مستندات بتثبيت تنازل والدها عن كل أملاك وليها وفي الوقت اللي هي جاي بتدمر فيه مستقبل بنت زوجها بيرد لها القدر أزيتها وبيدمر مستقبل ابنها من ناحية تانية وبنفهم إن دونغي بقى ابن هي جاي وبيروح لها علشان يطلب مساعدتها بالرغم من إنه طول السنين اللي فاتوا ما كانش على علاقة بيها إلا إنه بقى مضطر إنه يتكلم معها من تاني علشان تنقذوا من مصيبته وبنبقى ما بين دموع جين على خسارة عائلتها للمرة التانية بعد ضياع البيت وما بين دموع هي جاي وهي بتترجع ابنها دون إنه سامحها لإنها تخلت عنه سنين كتيرة بسبب جوازتها المتكررة واللي آخرهم كانت شو ولما دونغ بيسألها الفلوس اللي هتساعده بيها جابتها منين بتبرر موقفها وبتقوله إنها زوجته قانونيا وهو اللي تنزل لها بمحض إرطه وطبعا دونغ ما بيكونش مصدقها وبيبقى متأثر بكتب والدته عليه بس مضطر إنه مثل إنه مصدقها علشان يقدر يقف على رجله من تاني وبتبدأ جين في حياة جديدة بعد ما بيستعدوا إنهم يسيبوا بيتهم اللي عاشوا فيه عشرين سنة بسبب هجاي ومن ناحية تانية بيبدأ دونغ نيقاس الشركة جديدة وبرضو بتكون بسبب هجاي وبنشوف إن هي المتحكمة الرئيسية في سعادة عيلة وتعميرها أو في حزنها وتخربها وبتمر الأيام وبنشوف جين وهي بتقابل دونغ في الأسانسير وبيساعدها ولما بيسألوا صديقه سونغ واللي بيكون شريك معاه في نفس الشركة عند جين بيعرفوا إنها بتشتغل من أسبوع بدوام جزئي وبعد ما بيخلص بتبقى جين مستنية دونغ يخرج من الشركة علشان تقدر تتبعه وتعرف عنوان بيته وبنرجع في الهاشباك لما عمتها عرفتها عنوان شركة دونغ ابنه جاي وبنفهم هنا غرض جين أخيرا وهي إنها تسترد صاروة والدها من دونغ بس ما بنكونش عارفينها تعمل كده إزاي وأسناء ما بتكون بتدور في الأوراق علشان تعرف رقم الشقة بتتفاجئ بيه بيقول لا على رقم شقةه بالضبط وبنرجع في الهاشباك وبنكتشف إن دونغ كان واخد باله من كل مرأبتها ليه وهو خارج من الشركة وهو في المطعم وكمان وهو ماشي لإن جين مهما كان مدى انتقامها الداخلي فهي ما زالت بنت لطيفة مش من اللصوص ولما بيواجهها دونغ ليه بتتبعه في كل مكان ما بيكونش عندها رد غير إنها بتحاول تقنعه إنها معجبة بيه ولكن بتبقى طريقتها سبتة زي الحجر فبيقول لها ننظراتها ليه ما بتدلش أبداً على أي إعجاب وبيسابها وبيمشي ولما بترجع جين للبيت بتتكلم مع عدشان صديقة وبتفتكر الماضي لما كانوا أصحاب في المدرسة وبتشتكيلوا من قلة الفلوس برغم مرض والدتها فبيقترع عليها إنها تطلب من والدها أي مساعدة مالية وخصوصاً لإنها مش متفرغة بسبب إن عندها بطولة رماية ولكنها بتزعق له وبتعرفوا إن والدها هرب مع عاشقته بعد ما سرق فلوس والدتها وهي من يومها اعتبرته مات وبعدها بتبيع أدوات لعبة الرماية الخاصة بيها وبتاخد فلوسها وبتفضل تبكي كتير وبيبقى تشان ما يعرفش سبب بكاءها إيه ولكن لإنها ما بتحبش تبين ضعفها وصد أي شخص بتعرفوا إن الأكل كان مالية نشطة ولسانها بيوجعها وبنرجع من تاني للحاضر وبيجي تاني يوم وبنشوف جين وهي في السوبر ماركت وبالصدفة بتقابل دونغ وبيفتكرها ما زالت بترقبه ولكنها بتعرفوا إن المرة دي هي اللي دخلت قابله وبتأكد له إن بيتها قريب من السوبر ماركت لأنها اتطردت من البيت اللي بقالها فيه عشرين سنة بس بيوقفها دونغ عن الكلام وبيعرفها إنه مش بيهتمد مشاكل غيره وبنشوف دونغ وهو واقف على الطريق بالليل وبيفتكر حبيبته القديمة هاي وآخر مقابلة بينهم لما كانت بتعرفه إنها مش تقدر تروح معا رحلة التخييم بس ما بيكونش للسواضح المشكلة اللي حصلت وسببة الانفصال ولما بيفوق من ذاكرته بيشوفها مشي قدامه وبيحاول يتتبعها ده بعد ما بيكون عارف إنها رجعت كوريا مرة تانية ولكن بعد ما بيتتبعها ما بيلاقيش لها أي أثر وبيتأكد هنا إن خيالتها مازالت بتطرده بس بعد ما بيمشي بنتفاجئ إنها بالفعل رجعت لكوريا بس كانت بتحاول تستخبى منه وفي الوقت ده كانت بتحاول جين إنها تكمل اللي بدأته وتسرق ملفات من الشركة ولكن اتفضح أمرها وفي اليوم التاني كانوا كلهم متجمعين مع دونغ علشان يعرفوا مين اللي ممكن يكون سرب الملفات وبنعرف إن لسرقته جين اتسرب للشركة المعادية لدونغ وبتشهد عليها موظفة من هناك لإنها شفيتها دخل الشركة بالليل وبيتخنقوا كلهم مع بعض فبعد كده بياخدها دونغ معا علشان يوصلها للشركة المعادية ليه ولكن اللي ما يعرفوش إنها كل اللي عملته إنها سرقت الملفات بس وفي حد تاني هو اللي صربها وبتحاول توصله فكرة إن اللي سرقه يبقى شخصه هو وثق منه جدا ولكنه ما بيهتمش بكلامها وبيعمل سيليفون يبلغهم فيه إنها مطروضة وبقوا بيفضوا مكتبها وبتروح جين للحانة وللأسف بتشرب كمية كبيرة من الكحوليات ولما بتخرج بتقابل دونغ بالصدفة وبيبقى واضع عليها إنها مش متزنة بسبب الكحول وبتعرفوا إنها مش هي اللي سرقته وبتأثر بيها دونغ جدا لأنها أكيد مش فوعيها ومش تقدر تكذب وتاني يوم بيوصل للشرك وبيحاول يراجع كاميرات المرأبة وبيشوف عربية وصلت لجراج شركته في وقت متأخر ولما بينزل للجراج بيكتشف إنها عربية شريك المشروع تشول ولما بيعرف الحقيقة ما بيرضاش يقول لأي حد وبيطلب السيرة الذاتية الخاصة بجين علشان يتصل بيه وفعلا بيكلمها وبيطلب مقابلتها وقبل ما يقابلها بيكون قرأ سيرتها الذاتية اللي كتب فيها نفذ عن حياتها الشخصية وبتأثر بها جدا وفي نفس الوقت بيكون سعيد وهو بيقراها ولما بيقابل جين بيطلب منها ترجع الشغل مرة تانية وبيبقى مبتسم وهو بيكلمها على العكسها اللي بتبقى ملامحة في منتهى الحدية وفجأة بيجي شخص داخل عليهم وبيبقى ليسا يتهاجم على دونغ ولكن جين بتنقذه ومن هنا بتبدأ نظر الدونغ تختلف في جين خالص وبنكتشف انه يبقى السيد بايك ملك الشركة الحقيقة وبيقعد في حانة مع دونغ وصديقه واسناء ما بيكون تحت دأسير الكحول بيهني دونغ ان معابنت بتحبه وبتحميه وبيكون قصده على جين وبعد ما بيوصلوا للبيت بيروح دونغه مع زميله وبيعرفوا ان اللي خانهم يبقى تشول وبيفتكروا لما كان قاعد مع مدير الشركة التنفيذي المعادية لشركة دونغ وبيبقى زميله مش مصدق وبيفتكر نظرات عينه لما عارف ان الشركة تعرضت للتسريبات وعلى رأيي المثل يا ما في الجراب يا حاوي وتانيوم دونغ بيقابل جين وهي في طريقها للشركة ومعها تشان وبيبقى واقف مستغرب وبيفتكر انه مرتبطين ولما بتوصل للشركة بتلاقيه مستنيها عند باب الأسانسير وأول ما بتطلع لمكتبها بتلاقي الكل بيتنمر عليها وبيعملوها معاملة الجاسوسة ولكن بيجي دونغ يدافع عنها وبيسكتهم كلهم وبتفهم هنا جين هو ليه كان مستنيها عند باب الأسانسير وفي الاجتماع طيب تقلبسهم بتمنعه انه يداري غضبه من تشول وبيفضل يوبخه وبيقوله ان بشرته نقية وصفية على عكسه هو وده معناه انه مش ميداق بسبب خسارتهم وبيتلغي الاجتماع فورا وبتفاجئ تشول ان جين دخل عليهم بأمر من دونغ وبيعرفوا انها تشتغل وهتبقى من ضمن الفريق الأساسي للشركة وبيخرجوا تشول برا المكتب وبتقف الجين استطارة في وشه علشان تصير فضوله أكتر وفي وقت الاستراحة في الشركة بتروح جين للمطعم ولما بيشوفها دونغ بيدخل وراها وبيتكلموا مع بعض بس كل واحد بيكون في ترابيزة مختلفة وبعيد عن بعض وأثناء مناقشتهم بتسألوا عن سبب صبره انه ما طردش تشول لغاية الوقت اللي هم فيه دلوقتي رغم انه عارف خيانة توليه ولكننا بنتفاجئ من رد دونغ عليه وهو بيقول له انه استحمل خيانة حبيب توليه لمدة سنة كاملة علشان يعرف آخر حاجة ممكن يوصلوا لها إيه وما يندمش على قراره وبيكلمها باستنكار وبيقول له تفتكري مش هقدر أصبر على موظف وبيعرفها انه شخص صبور جداً لأبعد الحدود وبتتأثر جين جداً بكلامه ولما بيرجعوا للشركة بتاخد جين الأوراق اللي المفروض تنتقل للبريد وبتشلها بنفسها للساعي ولكن في الوقت ده بتبقى هيجاي قدام الشركة هي وحبيبها الجديد على العلم انه موتت شو ما كملش الشهرين لسه ومن حصن حظ جين ان جيهاي ما بتتعرفش عليه ولما بتطلع جين لمكتبها وبتعرف ان جيهاي موجودة بتقرر انها تدخل لها بنفسه ولكن للأسف من أسوة قلب جيهاي ما بتقدرش تتعرف على الإخارة بتبيتها بإيديها من شهرين بس وبتحصل مشادة كلامية ما بينهم بسبب ان جين بتلاقع عليها بالكلام وبيطلب ننغ من والدته انها ما تزروش في المكتب مرة تانية وبتخرج جين من الشركة وبتفتكر يوم ما اكتشفت قيانة والدها ليهم كلهم مع أقرب صديقة لولدتها لما كانت واقفة وشافتهم خارجين مع بعض من الفندق وللأسف حاولت جين تنتحر على إيد والده ورميت نفسها على عربيتهم وبيخرج تشو من العربية وهو مصدوم وقسط دموع من جين وسؤالها ليه ان ليه جيهاي من ضمن كل الناس بتبقى جيهاي محرجة من الموقف وبس ولما بنرجع للحاضر بترجع جين عن قرارها في آخر لحظة انها تنتحر وبترجع مرة تانية على الشركة وبتتكلم مع تشول وبتعرفه ان أمره تكشف ولو عايز يخسر الشركة لازم يبزي المجهود أكبر من كده وفي الوقت اللي بيكون دونغ متجه فيه لبيته وبيقابل لونغ وسي إخوات جين وبتعرفوا لونغ على نفسه وبتسأله لو كان في حاجة بينه وبين جين لإنها شافتهم قبل كده مع بعض وببقى واضع لونغ إنها فرحانة بأختها وأخدت الموضوع جد قوي وبتخليه يقعد معهم وكمان يعزمهم بما إنه بقى مدير تنفيذي وكده ولما بتوصل جين بتتصدم أول ما بتشوفه وبتفتكروا صديق أختها وبتبقى الآن جدا عليها فبتاخدوا من إيده قدام تشان وبنلاحظ إن تشان نظرته الجين مش نظرة صحاب وبيبقى غيران عليه ولما بيخرجه بتسأله جين لو في حاجة ما بينه هو وأختها وبيعرفها الموقف اللي حصل وبيبقى فاكرها بتحبه وما يعرفش إنها بتتطمن لإنها بتدبر للانتقام منه وتاني يوم بنشوف جين قعدة مع تشول وبيعرض عليها إنها تشترك معاه في تدمير شركة دونغ ومن ناحية تانية بيقابل دونغ حبيبته الأديمة هاي وبيعرف إنها سكنت معاه في نفس العمارة ولكنه بيقولها إنها تبعد عنه نهائي وبالليل بيروح للحانة وبعد ما بيخرج منها بيتصل بسونغ وبيشتكله من المشاعر السلبية اللي عنده وبيعرفه باللي حصل وبيبقى يتجانل من التفكير في إن إزاي البنت اللي حبها سبع سنين قدر في يوم إنه يمسك دعوة فرحها بإيده وبعد ما حياتها تدمرت بترجع له مرة تانية وفي عز وقت انهياره لما بيقرر ينتحر بتوصل جين وبتنقذه في الوقت المناسب ولما بيصعب على جين بتعرفه المكيدة اللي محضرها له تشول وأعوانه وما بنكونش فاهمين إغارة جين بالضبط وبتعرفه إنها تسيب الشغل في شركته وتروح تشتغل مع تشول وفعلا بعد ما بتشتغل مع تشول وبنتفاجئ إنه معها موظفين كتير من شركة دون بيجي وقت الاجتماع وما بتقدرش جين إنها تتفق على قراب شركة دون فبتسيب الاجتماع وبتخرج تتصل به وبيتقابله في نفس الطريق مع بعض وفي الشركة بالليل بتيجي هاي وبتشوفها جين وبيبقى دونغ واقف ما بينهم هما الاتنين في الأول بيسيب جين وبيروح لهاي علشان يسألها لو ما ندمتش أو حتى ما بتلمش نفسه ولكنها بتعرف إنها بتفكر مئة مرة قبل ما ترجع تتكلم معاه فبيحرجها دونغ أكتر وبيعرفها إنها المفروض تفكر ألف مرة علشان لو فكرت صح أتعرف إن ما فيش أمل من رجعهم وبيرجع لجين فبتمسك إيده قصادها وبتاخده وبتمشي ولكن لما بيخرجه بيلومها دونغ إنها مسكت إيده فبتبدأ غيرت جين تبان وهي بتزعق له وتقوله إن لو هو حابب تروح وتفاهمها إن ما فيش ما بينهم حاجة هتعمل كده فدونغ بيستغرب جدا من طريقتها وبيعرفها إنه مش أصدقاء ولا في بينهم حاجة بجين إنها تغير الموضوع وبتطلب منه يروحوا يتعشوا سوا وفعلا بيعملوا كده ولما بيخلصوا بيمشوا هما الاتنين وبيقابلوا سيب الصدفة وهو خايف وبيقول لجين إنه غير دراسته وما دخلش الامتحان وبتبقى لسه تضربوا فبيمسكها دونغ وبيتوتروا هما الاتنين لما بيقربوا من بعض وبتمر الأيام وبتبدأ الأحوال في شركة دونغ تتوتر أكتر وبيبدأ الموظفين في الشركة يقدموا استقالتهم وفي يوم بيتصل بيه صديقه وان وبطلب منه رقم حسابه البانكي علشان يقدر يساعده ولو بجزء بسيط في تمويل شركته ومن ناحية تانية بيجي التليفون لجين من عمتها بإن جيهاي ما باعتش البيت بتاعهم وسكنت فيه هي وبتنهار جين بعد المكالمة وبتقرر تتأكد بنفسه وفعلا بتلاقي جيهاي خرجة من بيتهم ما حاببها الجديد وبنتفاجئ إن دونغ عارف عنوان البيت ورحلة لإنه شايف إن اللي هي عملته ظلب وبيسألها لو تعرف عنوان أولادة شو وللأسف ما بتكونش مهتمة نها تطمن عليهم ومعهاش أرقامهم ولا عنوانهم وبتسخر منه جيهاي وبتعرفه إنه مهتمش يعرف الفلوس اللي استلفها منها جابتها منين وبتأكد له إنها كانت من نفس الورث اللي بيلومها عليه دلوقتي فبيمشي دونغ و هو بيقولها إن الأيام بتعاقبه لإنه استحل فلوس مش فلوسه وبيروح لرئيسة الحي علشان يعرف أماكن السكان الأصليين للبيت وفي يوم بتتصل بي رئيسة الحي وبتعرفوا إن واحدة من البنات أصحاب البيت الأصليين هتروح لوالدته النهاردة فبيجري دونغ عليها من غير ما بيعرف إنها جين وفي الوقت ده بتبقى جين بتتهجم على هجاي ومعها كرتونة بيت علشان تحدفها عليها بس بتبلغ عنها الشرطة وبتقبض عليها قبل ما دونغ يلحقها وبالليل بتروح جين لهاي وبتطلب منها إنها تسيب شاقتها لإن دونغ بسببها ما بيجيش العمارة وزي ما تكون بتلمح لها إنه مش بيحبها وبمنتهى المكر بتعزمها هاي على مشروب وللأسى بيبقى في الحانة وآخر اليوم بنشوف جين وهي شايلة هاي على دهرة وبتوصلها للبيت وغصبة عنها بتنم في شاقتها ولما بتيجي تمشي تاني يوم بتقابل دونغ لصدها وبتتوتر جدا فبيخدها ويعزمها على الفطار وبتبدأ تحكيله هو ليه شفاف عمرته ولما بيروح بالليل بيقابل هاي في الأسانسير وبتعرفوا إنها تسيب العمارة ولكنه بيفتكر كلام جين وبيعرفها إنه ما بقاش مهتم لوجودها وبعد ما بيطلع دونغ لشاقته بينزل تاني لما بيلاقي جين قادل وحدها في الشارع وبتبقى في الوقت ده بتفكر في حقيقة مشاعرها وأول ما بيوصل لها بيكون بانى عليها جدا تأثير الكحول وبتسأله لو يقدر يعرف حقيقة مشاعرها بالضبط فما بيهتمش بكلامها لإنها مش متزنة وبياخدها وبيشربوا قهوة علشان تفوق وبتبدأ تحكيله كل حاجة حصلت في حياتها وبيتأثر جدا إنها قررت تنتحر لما عرفت إن والدها بيخنهم وبعد كده كل واحد فيهم بيمشي لطريق بيته وبتتقابل رئيسة الحاي بجين وبتطلب منها إنها تسيب رقم حسابها البنكي لإن ابنه جاي عايزة تفعلها فلوس البيت وفي المرة دي بتتأكد جين إنها كانت غلطانة في حق دونغ وبتقول الرئيسة إنها تحاول تصلح اللي عملته وتاني يوم بيوصل دونغ للشركة وبشوف الموظفين بيتكلموا إن جين مش هتحضر معهم عشا العمل اللي عاملينه احتفالاً بالإنجاز اللي حققه ولما بيخلص العشا وبيروح دونغ لبيته بتحاول تتكلم معاه هاي ولما بيسيبها وبيمشي بتمسكه من بدلته وبتقرب منه وفي اللحظة دي جين بتكون وقفة وبتشوفهم وبتمشي جين وهي حاسة بالحظ وبعدها بيطلع دونغ وهي في الأسانسير وكل واحد بيروح لشقته بس قبل ما تمشي بيعرف أنه هيجيب لها دوة للحمة وفعلاً بيعمل كده وبتبقى هاي فاكرة ابتدى يحن لها ولكنه بيكون بيعمل كده علشان بس العشرة اللي كانت بينهم وبيبعت رسالة الجين وبيسألها لو حب إنهم يتقابلوا ولكنها بترفض وبتعرفوا إنها مرهقة وبينام دونغ وهو متدائق جداً وتاني يوم بعد ما بيخلصوا الشغل في الشركة بيتصل بيها دونغ عشان يطلب منها إنهم يتقابلوا في الأول بترفض ولكن بعد كده بتوافق ولما بيوصلها بيسألها عن السابل اللي مخليها متغيرة معاه وبيبدأ يعتبل إنها مش بترد عليه وفي الشركة بتحاول تتجنبه وبطلب منها إنهم يقربوا من بعض أكتر حتى كأصدقاء وتحكي له بصراحة عن اللي مدايقها منه وبيبقى رد فعل جين إنها بتتهرب من نظراتها ليه فبيسألها لو هتفضل تتهرب كده كتير وتعبير وشها تفضل حد كده ولكنها بتعرفوا إن دي طبيعتها وما بتحبش تكون مصطنعة وبتنتهي المناقشة ما بينهم تماماً وتاني يوم بتطلب جين إنهاء شغلها ولكن الموظفة بتعرفها إنها ممكن تسبب خسارة لو سبتهم قبل ما يلقوا موظفة غيرها فبتعرفها جين إنها ما ترضاش بأي أزا يمس الشركة وهتستنى لنهاية الشهر ومن ناحية تانية بنشوف هاي واقفة مع مدير الشركة المنافسة تحت العمارة وبيلومها لإنها تسببت في خسارته وبنفهم إنها وعدته تصرب له معلومات عن شركة دونغ وفي الآخر ما عملتش كده بسبب حبها ليه وبتوصل جين في الوقت المناسب قبل ما يضربها بحجر في إيده بس ما بيتراجعش تشاو وبرضه بيضربها وبتبدأ الأحداث تتغير بسرعة جداً وبنشوف انهيار دونغ وخوفه عليها وبيبقى عايز يضرب تشاو بأي طريقة لأنه طول الوقت عايز يدمر حياته بدون سبب ولكن سونج بيهدي لغاية ما بنعرف إن الضربة جات في جين وبنشوفها وهي نايمة في سرير المستشفى وبيبقى دونغ جنبها وبيلمس وشها بإيده وهي نايمة وتحت تأثير البنغ وغصب عنها بتمسك إيده بدون وعي منها ولكن لما بتستوعب الموقف بتتوتر جداً وبتعمل نفسها قلب تشيل إيده من عليها حجة كفرغة والله يا جن وبتبدأ تعتذر له بدون أي أسباب فبيستغرب وبيسألها هي من إمتى كانت لطيفة وبتعرف تعتذر للناس بس في ثانية بتتحول وبتردها له في وشه وبتقوله من إمتى كان بيعرفي هزر أساساً وبتبقى إصابتها خفيفة وبيخرجوا مع بعض بعد ما بيخلصوا الفحوصات وبيتطمنوا عليها وبترجع جن من تاني على البيت ولما بتروح هي ودنغ في استراحة الشركة بيلوم على إنها كانت بتقوله كلام باغ جداً فأول معرفتها به وبيفتكروا كله هو معها وبيعرض عليها إنها تروح معاه رحلة للتخييم لمدة سيوم واحد وفي وسط توطر من جن إنها ممكن تكون فعلاً حبيته بتوافق وبتعرفه إن ما عندهاش أي مانع وفعلاً بنشوفهم وهم في طريقهم للرحلة وبيفكرها بأول مرة ركبت معاه العربية وبيقارنها بالمرة دي وإنه الأول كان بيطردها ودلوقتي رايحها معاه رحلة خاصة وبيكمل وبيقولها إنه آخر مرة راح رحلة تخييم لما كان بينهي علاقته بهاي ومن وقتها ما رحش تاني ولكن المرة دي عايزي روح الرحلة معاه هي تحديداً وبيوصلوا لمكان التخييم وبيشوف آخر أدوات تخييم كان سايبها في المكان يوم ما انفصل عنهاي وبطلب من جن إنها تساعده وفعلاً بتعمل كده وبيفضلوا في المكان لغاية الليل وهما بيتكلموا مع بعض والأول مرة بيبقى باين على جن إنها مكسوفة وبيعرض عليها إنهم المرة الجاية يروحوا مكان تخييم تاني أفضل من المكان ده وطبعاً بيبقى السكوت علامة الرضا ومن ناحية تانية بتوصل والدة جن أخيراً من سفرها وبتكتشف إن البيت تبع لما بتلاقي المفاتيح مش عايزة تفتح الباب فبياخدها تشان في الصيدلية وبيحاول يفاهمها الوضع ولما بتوصل جن بتلاقي إخواتها خايفين يتكلموا مع كوسكا والدتهم وبيوصلوا للبيت اللي الإخوات عايشين فيه وبتطلب منهم إنهم يعتبروا نفسهم أيتام الأب والأم وبتبقى زعلانة إنهم لو كانوا قالولها كانت قدرت إنها تتصرف قبل ما بيتهم يضيع وفي الوقت ده بيبقى نغ غرقان في تفكيره في جن وهو بيفتكر كل كلمة اللي تهاله وبيبعت لها رسالة يشكرها فيه على وجودها في حياته بس للأسف بتبقى جن منهارة تماماً بسبب إنها مش عارفة حد تقررها ولا مصيرها اتجاهه أو اتجاه مشاعرها وبيبقى كل الأوضاع تغيرت بسبب وصول كوسكا من تاني وبتفكر جن وسط دموعة ما بتخلص إنها تعيد تفكيرها وتاني يوم بتدخل جن على والدتها في المطبق وبتكون منهارة بتضيع بيتها وبتبقى فاكرة إنهم باعوا باختيارهم ولكن بتابعت جن لدون غرسالة وبتعرفوا فيها إنها مش هاتيج الشغل وبتقعد مع كوسكا تتكلم معاها وبتعرفها إن من يوم وفات والدها وهي جاي استولت على صروتهم كلها وبتحكي لها اللحظة اليوم الجنزة بالضبط وبتسألها عن أخوها سي فبتعرفها إنه بيشتغل في مكان للغنى الكاريوكي ولما بيروحوا على هناك بيلقوا دونغ موجود وبتكتشف جن إنه على علاقة بسي من وقت ما كان ما بيجيش البيت بسبب خوفه منه علشان غير دراسته ولما بتحاول تنقذ الموقف لأن ممكن كوسكا تكون فكرة بتلاقيهم قاعدين مع بعضه في منتهى الانسجام ولما بتروح كوسكا مع سي بيبقى بين عليها إنها فرحانة بدونغ وزي أي أم بتتمنى عريس لبنته وبيخرج بعدها دونغ وجين علشان يحتفل وبعيد ميلادها اللي ما بتكونش مبسوطة أبداً بيه وبيعرفها إن والدتها أول حاجة قالت هالو إنها تكلمت عنها وعرفته قد إيه هي لطيفة وجميلة ولكن بسبب شوية الظروف حصلت بقت بتخاف من أي حد يقرب من حياتها وعلشان كده ممكن يلاقيها حد شوية وأسناء ما بيكونوا في طريقهم للبيت بتبقى في عجلة هتخبطها فبيقرب لها دونغ وبينلاقي نظراتهم لبعض اتغيارت خالص وكلها حنين في الوقت ده بيجي تشول للشركة وبيركع على رجله وبيبقى شكله بيبدأ يحضر مكيدة جديدة وبيعرف سونغ إن اللي ساعده على أذية دونغ هي جين وبيحكيله عن أول يوم جات له فيه وطلبت منه إنه يقذي دونغ وبيبقى سونغ مستغرب جداً وتاني يوم في الشركة بنشوف سونغ وهو بيحاول يركز في كلامة شول وبيتكلم مع جين فوق سطح المبنى الخاص بالشركة وبيبقى محرج وهو بيكلمها لأنه مش متأكد من كلامة شول ولكنه بيتصدم لما بيلاقيها سكتة ومش بتتكلم وبتنزل وهي منهارة وبتفتكر كلامه وهو بيقولها إنها لازم تعترف لدونغ لأنه حالياً معجب بيه وهيجي اليوم ويعرف السر ده وكده كده موقفها كويس لأنها صلاحة اللي عملته وقافت جنبهم والشركة ما أفلستش وبتركب مع دونغ الأسانسير وهي متوترة وبالها مشغول لأنه بيكون عزمها على العشة عنده وفعلاً بنشوفهم وهم قاعدين في شقيته بعد العشة وبيبدأ دونغ بكل حسنينية يحكي لها عن والدته وأزمته معاه وبيقولها إن قصة زواجها اللي قبل الأخيرة مؤثر عليه وما كانش موافق إنها تتم لأنها هدت أسرة كاملة وهنا جين بتزيد حيرتها أكتر وبتبقى خايفة إنه يعرف حقيقتها فبتختار إنها تكذب عليه وتكمل في تمثليتها وتاني يوم لما بتروح الشركة بتطلب من سونغ إنه يمدلها مهلة اللي اعترف شوية وبتعرفوا إنها لازم تشرح لدونغ من بداية معرفتها به وإيه السبب اللي خلها توصل لشركته ولما بتطلع لمكتبها بتلاقي دونغ بيشكرها على الفطار وده بيصعب عليها موقفها أكتر ومن ناحية تانية بنشوف كوسكا واقفة مع عشيق هيجاي وبيعرفها إنها استولت على سروة زوجة وأخدت البيت بالنص وبيعرض عليها لو عايزة ترجعوا ليها تدي له 30 مليون ووان ولكنها بترفض وبتعرفوا إنها تقدر تسترد بيتها الوحدة وبيروح للبيت وبيسرق دها بهجاي ولكنها بتوصل على فجأة وبتقدر تمسكه قبل ما يهرب بس بيزقها على الأرض ولما بتهددوا إنها تبلغ الشرطة بيعرفها إن هي لا تتأذي لإنه هيقول حقيقة صار وتتشو زوجها وبيكمل وبيقول له إنه كان معاه علشان فلوسها وبس ودلوقتي هو مش محتاج لها ومن ناحية تانية بتروح كوسكا لعمة الأولاد علشان تعرف منها حقيقة بيع ممتلكات تشو لهجاي ولكنها للأسف بتحكي لها كل التفاصيل اللي منها إن جين على علاقة بابنه جاي وبتبقى كوسكا متعصبة جداً من جين وبتقرر تروح لبيت هجاي علشان تواجهها ولكن بتوصل جين في الوقت المناسب وبتمنعها تعمل كده وبيقعودوا مع بعض وبتعرفها إنها بالفعل قبلت ابنها علشان سمعت إن والدته باعت البيت علشان تساعده ولكنها ما كانتش باعته وهو بنفسه قرر يعتذر لهم كلهم ولكن والدتها ما بتكونش عارفة إن دون غيبة ابن عشية طالقها وبتتعامل معاه كأنه فرد من العيلة بس للأسف لونج بتعرف كل حاجة من تشان وبتواجه جين بيها وبتبقى مدائق جداً من تشان وجين علشان خبوا عليها حقيقة دون وبتلومها إنها ممكن تحب ابن عشية أبوهم اللي خربت بيتهم كذا مرة وفي وسط دموع كتيرة من جين وهي من هارة بتقرر تاني يوم إنها تستقيل من الشركة وبنشوفها وهي بتجرد عهدتها علشان تسلمها ولكن لونج ما بتكتفيش بكده وبتبقى مدائقة جداً إن أختها تسيب حبيبها بسبب مضي علتها وبتروح تعترف لولدتها على حقيقة دونغو وهي من هارة ولكنها بتأكد على والدتهم إن أختهم غالية عليهم ولازم يقفوا جنبها وبتتصدم كوسكا وسي إنهم طول الفترة اللي فاتت كانوا بيحبوا ابن الست اللي خربت بيتهم وطردتهم في الشارع ومن ناحية تانية سونج بيحكي لدونغو كل حاجة وبيعرفوا حاية جين واللي عملته من وراء وبتبقى جين تخبطت من كل الاتجاهات من علتها اللي بتحبهم جداً ومن حب عمرها لأول مرة تحس بيه وبيبقى الطرفين عوزين يواجهوها سواء علتها أو دونغو وبتفضل إنها تهرب منهم وبتعود لوحدها في الشارع وبتكون قفلة تليفونها ولكن بيقدر دونغو يوصل له وبيتكلم معاه وأخيراً بتشرح له حقيقتها وإن من بعد موت أبوها قررت اللي انتقام بسبب طرده من البيت وبالرغم من اللي عملته في دونغ إلا إنه بيسامحها لإنها ما دمرتوش بالعكس هي صلحت في حاجات كتير ولكنه بيلمها إنها ما عرفتوش الحياة لإن من طبعها المواجهة مش الهروب وبيمشي دونغو وبيسابها وبيفضل يفتكر ذكرياتهم هما اللي اتنين سوا من أول يوم دخلت فيه الشركة وكل ما يحاول يتصل بيها بيلاقي تليفونها مقفول فبيقرر إنه ياخد أجازة من الشغل ويلمه كل أدواته الخاصة علشان لو ما رجعش الشركة مرة تانية وبتبدأ جين ترجع لشغلها القديم اللي بتساعد فيه تشن في الصيدلية وبتفتكر كلام والدتها لها إن لو العالم كله تقلب ماينفعش هما الاتنين يكونوا مع بعض لأي سبب من الأسباب ولما بتروح جين بتكتشف من أختها لونغ إنهم هينقلوا بيتهم علشان ما حدش يقدر يوصل لهم مرة تانية وفي الوقت ده بيكون دونغ في رحلة التخييم علشان يريح أعصابه ولكنه بيتفاجئ بوالده هو بيتجوله وصية كانت مع أمه والمفروض ياخدها بعد ما تموت ولكن قرر يدهاله لأنه مش ضمن يموت قبله وبيكتشف دونغ إنها الوصية اللي سابها تشوى لتجين وبيقرر إنه يدهالها ولما بيصار حيجاي بأنه لازم يسلم الوصية لصحابها بتفضل تتوسل لي إنه لو عمل كده حياتها تنتهي نهائي ولكنه ما بيهتمش بكلامها وبيروح للجين وبيدلها الوصية الخاصة بوالدها ولما بتفتحها مع لونغ أختها الكبيرة بتكتشف إنه كان كاتب كل أملكه بالتأسيم بالتساوي بينهم وبتنهر لونغ لما بتعرف إنهم طول الفترة اللي فتت كانوا صحاب حق وما يدروش ياخدوه وكمان لإن بسبب واحدة ما عندهاش ضمير بعد تحب والدهم عنهم وبيروحوا كلهم تاني يوم للمحامي علشان يستردوا البيت بدون ما يرفعوا دعوة قضائية على هيجاي لإن جين بتكون قلقانة على دونغ وبتقرر جين إنها تقابله وقبل ما بتتكلم في أي حاجة بيكون هو عامل حسابه وبيعرف أنه هيحاول يقنع والدته بالتنازل ولو ما وفقتش تقدر تعمل إلي المحامي قالها عليه وبيعرف أنه تنازل عن حسته في الشركة وهيبعد عن المدينة كلها بعد ما عارف أن والدتها رفض علاقتهم رفضة تام وبتروح كوسكا بنفسها الهيجاي وبتطلب منها تسيبتهم بمنتهى الزوء وكالعادة بترفض هيجاي التفاهم فبتسيبها كوسكا وبتمشي ولكن وهي خارجة بتقابل دونغ اللي بيعتذر لها نيابة عن أمه وفجأة بتيجي المصيبة الهيجاي بعيد عن عائلة جين نهائي وهي إن عاشقها بلغ بالتسجيل الصوتي اللي معاه اللي بتكون معترفة فيه بجريمتها ومن ناحية تانية بتبقى كوسكا بتحذر ولادها إنهم يمشوا في أي إجراء قانوني وبيسيبوا فرصة لها يمكن تبقى شخصة أفضل في آخر عمرها وبيتكلم دونغ مع والدته وبيحاول يحسها أن ضميرها يفوق من اللي هو فيه وترجع الحق لصحابها وكلامه بيأثر فيها جدا ولكنها مش بتقولوا على اتصال الشرطة لها بعد ما تحفظوا على تسجيل باعترفها وأخيرا بيروح دونغ الوالدة جين علشان يودعهم قبل ما ينتقلوا من بيتهم وعزمته دي بتبقى رغبة كوسكا وهي اللي قالت تجين تتصل وتعزمه وبعد ما بيخلص الأكل بيروح يقعد مع جين علشان يودع وبتبقى متأثرة جدا وهي بتقولوا إنها ما كانتش متوقعة إن اليوم ده هيجي بالسرعة دي وبتاخدنا الأحداث وبنشوف هي جاي وهي بتتنازل عن ملكيتها وبتنقلها لصحابها الحقيين وبتروح بعدها لعمة جين وبتطلب تقابل وبتسيبها عمتها بره لفترة كبيرة لغاية ما رجلها بتوجع وأخيرا بتجيلها جين وما بتكونش متخيلة إن تبقى هي دي لإنها كانت نسيها يوم ما شافتها في مكتب دونغ وبيقعدوا مع بعض وبتحاول تطلب اعتذارها منها لإنهم لازم يوفقوا على التنازل الملكية ولكن بتعرفها جين إنها مش متقبلة أي اعتذار ومش هي المسؤولة عن التنازل وبتتصل بدونغ وبتطلب منه إنهم يخيموا في المكان اللي كان قيل لها علي قبل كده وفعلا بيتقابلوا وبيروحوا لهناك وبيوضعوا بعض الوداع الأخير اللي بيرجعوا فيه كل ذكرياتهم مع بعض وبيتفوق إنهم مهما بعدو مصيرهم في يوم يتقابلوا وبتمر الأيام وبنشوف سونغ وهو في منصب دونغ وبيرتبط بهاي وبنعرف إن جين بقت وكيلة الأكبر شركة المعارض اللي منهم شركة دونغ سابقا وبنيجي اليوم حفلة سي أخو جين وبنعرف إنه عزم دونغ عليها وبينتهي مسلسلنا أخيرا وإحنا شايفين جين ودونغ وهم بيتجمعوا مع بعض من تاني بس المرة دي بيقرروا إنهم مش هيفترقوا تحت أي مسمة وبكده بينتهي مسلسلنا النهاردة ما تنساش تدعم لبلايك وكومنت واتفعل الجرس علشان توصلك كل ملاقصات HD Film Plus